خاض رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مهمة تاريخية للسير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء وذلك ضمن مهام البيعثة التاسعة والستين الموجودة على متن المحطة في إنجاز جديد سيجعل دولة الإمارات العاشرة عالميا في مهمات السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية وتحمل مهمة السير في الفضاء وهي الرابعة لهذا العام خارج محطة الفضاء الدولية أهمية كبيرة حيث أدى رائد الفضاء سلطان النيادي إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوين من ناسا عددا من المهام الأساسية ومن المتوقع أن تستمر فترة وجودهما خارج المحطة لمدة خمس إلى ست ساعات تقريبا بغرض العمل على صيانة محطة الفضاء الدولية وتحديثها ويتمثل الهدف الأساس لهذه المهمة في تغيير وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو وهي جزء من نظام الاتصالات S-Band الخاص بمحطة الفضاء الدولية تمهيدا لعادتها إلى الأرض كما سيكمل النيادي والفريق سلسلة من المهام التحضيرية لتركيب ألواح شمسية حيث سيتم تركيب هذه الألواح خلال مهمة لاحقة في يونيو المقبلة وستسهل هذه التحضيرات على رواد الفضاء العمل خلال المهمة المقبلة وتقوم الألواح الشمسية بدور محوري في تشغيل محطة الفضاء الدولية وتوفير طاقة نظيفة ومتجددة لدعم التجارب والأنظمة والعمليات اليومية على متنها شكرا